الكورالي وقحها ديغو أرماندو مارادونا في الجزائر واللي جابها واحد منها طبعا هكذا واحد من المناصرين طبعا محظوظين صح الصورة هذه مميزة بالنسبة لوقحها ديغو أرماندو مارادونا أسطورة في زيارته إلى الجزائر لا لاعب يعني متميز وقدر قول لك كان عنده خارجات متميزة كان إنسان كما نقوله هو سبيسيال يعني إنسان اللي نقدر قوك عاش كلش في حياته اللي دائما يتميز بخارجات هذه الصورة صونية صح؟ خليني شوف التوقيع هذا هو التوقيع تلك ديغو حتى لاعب نظن يقدر يدير وش در ديغو أرماندو مارادونا حتى اليوم لما نتكلم يعني إحنا في جين الحال محظوظين جزائريين عندهم هذه كورة صح؟ على ميسي لما يعني تقارن بين ميسي و أرماندو يعني ديغو ما كاش يعني ما تقدرش تقارن لأن تشوف كيف هو وصل بالتاهم فتقرباج تتذكروا شيئا؟ طبعاً كثيراً كثيراً هو مثل حلقة الوصل بين الحلقة بين عهد بولي و عهد ميسي أورو كريسيانو رونالدو يعني هو في الجاة كان زيداً قبل يعني ما تنحيح ولكن مارادونا لا مارادونا كي قلت على ميسي و شارق المارادونا نا نتكلم عن العهد الحالي المرحلة الحالية ميسي و كريسيانو مارادونا في الوسط و جيب بولي في السابق يعني وبذلك أنا نظن اللي ما شافش مارادونا يلعب يعني ما شافش خاصة من الهدف سكنت اعتبر أنت الرئيس الأحساب بولي أو مارادونا؟ هو كل واحده لأنه بولي ضد المورة قارنة لأنه حتى الجو اللي كان يلعب فيه البطولة والفوتورت القدم في عهد بولي مو مش كمال عنه فقدان العالم لهذا اللاعب اللي يلعب مع أرجنتيني جونيوز بوكا جينيو البرسا ونابولي وإشبيليا كله فيه من المشرق للمغرب يبكي راجل اللعب كورت القدم هذا هو سحر كورت القدم ما يقدروش الساسة ما يقدروش المسؤولين ما يقدروش الناس اللي من غيره سحر كورت القدم ما هي اللي تجعل الناس محبوبين طبعا العالم هذا هو الكرة نعطيها الكسونيو نعطيها الزين شوف التوقيع طبعا هذا هو اللي ديغو أرموندو مرضونة واحد من أبرز من أنجبت الكرة العالمية بفقدانه طبعا صورة محظوظين في الجزائر بتوجدها هنا في الجزائر وحنا في الأستوديو شكرا جزيلا لكم